أشارت لغة الأرقام في الأوانات الأخيرة إلى أن مملكة البحرين تشهد ارتفاعا في أعداد الحالات القائمة الجديدة الأمر الذي يستوجب من الجميع التقييد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأكدت الأرقام أيضا أن المملكة لم تسجل منذ فترة طويلة أي حالة وفاة كما لا توجد هناك أي حالة تتلقى العلاج ويعود ذلك إلى نجاعة القرارات المتخذة من قبل الفريق الوطني الطبي في الثامنة عشر من ديسمبر الجاري سجلت مملكة البحرين أول ارتفاعا طفيفا في أعداد الحالات القائمة الجديدة بعد فترة زمنية طويلة شهدت فيها المملكة انخفاضا ملحوظا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا ومنذ ذلك التاريخ بدأت تتفاوت أعداد الحالات القائمة إلا أنها في الآوينة الأخيرة سجلت ارتفاعا في أعداد المصابين بالفيروس ولكن بفضل نجاعة القرارات المتخذة من قبل الفريق الوطني الطبي وفعالية التدابير والإجراءات الوقائية والإقبال المتواصل من قبل الصقار والكبار على تلقي التضعيم بجرعاته الثلاث لن تسجل المملكة أي حالة وفاة كما لا توجد هناك أي حالة تتلقى العلاج بالإضافة إلى عدم وجود أي حالة تحت العناية المركزة ومع دخول مملكة البحرين للمستوى الأصفر ضمن آلية الإشارة الضوئية ومع هذا الارتفاع الملحوظ في أعداد الحالات يستلزم على جميع أفراد المجتمع التقيد التام بالتدابير الاحترازية وضرورة مواصلة الالتزام بحذر لتجنب تفاقم عدد الحالات لقيادة البحرين إلى بر الأمان المنشود والبناء على ما تحقق من إنجازات في ملف مكافحة فيروس كويد-19